السيدات والسادة الحضور أصعد الله صباحكم بكل خير اسمحوا لي بداية أن أنقل لحضراتكم تحيات معالي وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني والتي حالت ارتباطات مهمة دون تمكنها من المشاركة في احتفاليات اليوم وأشرف بإلقاء هذه الكلمة نيابة عن سيادتي السيدات والسادة في هذا اليوم من كل عام السابع عشر من أكتوبر ومنذ عام 2001 يتجدد الاحتفال بيوم الوثيقة العربية ويستدعي هذا الحدث الهام رصد تطورات اللي شهدتها البشرية في مجال التوثيق للزاكرة الإنسانية وكيف أسهمت في حفظ المعرفة وتناقلها عبر الأهيال وفهم أبعدها ومعانيها فمن ألواح طينية ظهرت منذ ألاف السنين إلى ألواح رقمية اليوم تقوم الوثيقة في شكلها ما قبل الورقي ثم الورقي ثم المصغر والسمعي والبصري وأخيرا الرقمي شاهدا حضريا على مراحل تطور الثقافي والحضري التي قطعتها البشرية عبر تاريخها إن حياء هذه المناسبة يعبر عن وعي وإدراك بضرورة الارتقاء بأدوات التاريخ ومناهجه التاريخ بمعناه الواسع والشامل الذي هو وعاء الذاكرة الجمعية التي يجسدها التراث الثقافي بكافة أشكاله وأنواعه والتوعية بأهمية الوثيقة ومؤسسات حفظها وضرورة الاعتناء بها وإدراكها في صدارة قائمة الاهتمامات الثقافية في الدول العربية باعتبارها المصدر الرئيس للكتابة التاريخية وإذا كان احتفالنا اليوم ينعقد تحت شعار الأرشيف فهو الأرشيفات العربية فإنه يرسخ ويكرس للدور المهم الذي عبته الأرشيفات والتي كانت أول مؤسسات حفظ المؤسسات الذاكرة الخارجية لتوثق نشاط الأفراد والمجتمعات والدول وإذا كانت الثورة الرقمية الهائلة التي نشهدها اليوم تفرض اتباع أساليب وطرق جديدة فيما يتعلق بحفظ هذا التراث وتنظيمه وإتاحته فربما تعد تلك رسالة ثقافية موجهة إلى المجتمعات العربية لوضع السياسات والآليات الكفيلة بالنهوض بالبنية الأساسية المعلوماتية ومزيد من التعريف بالكتابة والوثيقة الصادرين في المنطقة العربية وتيسير اقتنائهما والوصول إليهما وتطوير استخدامات الإنترنت وتطبيقاتها والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات البرمجيات الحديثة في توثيق التراث الثقافي والحضري والشفهي وإنتاج محتوى عربي يجعله من الدول العربية شريكا فاعلا في الإنتاج العالمي المنشور عبر الإنترنت وليس مجرد مستهلك للمحتوى الأجنبي وهو ما يسهم في صنع ثقافة عربية تخدم حاجات المجتمع وتستجيب لمتطلبات العصر وهو ما تلعب فيه الأرشيفات بما تضمنه من وثائق بجميع أشكالها وأنواعها دورا مهما في حفظ التراث التاريخي والثقافي للأمة العربية أصحاب المعالي والسعادة يأتي احتفالنا اليوم بالأرشيفات العربية وفي يوم الوثيقة العربية في وقت حرق تتعرض فيه كثير من مؤسسات الذاكرة الثقافية على اختلاف أنواعها في بعض الدول العربية إلى خطر داهم يحدق بها ويهدد بالقضاء على ما تمتلكه من ذخائر ونفائس تمثل تاريخ الأمة وتراثها وتأتي دور الوثائق والأرشيف مقدمة هذه المؤسسات باعتبارها المستودع والحافظ الرئيس لهذا التراث وذلك التاريخ ولعل السنوات الأخيرة تحديدا قد شهدت هجمة شرسة في عدد من الدول العربية والتي عانت من قلاق يلا واضطرابات بسبب ما تقوم ببعض جمهات إرهابية ومضطرفة دون وازع من ضمير أو دين وفي هذا السياق يقدر بنا أن نتنبه إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من محاولات حثيثة لا تتوقف لتمصم عالم القص العربية وتغيير ملامحها ومحويتها وتزوير تراثها مما يستلزم تضافر جهود كل المخلصين لمواجهة هذه الهجمة الشرسة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مقتريات هذه المؤسسات في فلسطين العديدة والقضاء على مخططات إبابتتها إضافة إلى الحفاظ على الوثيقة الفلسطينية في مواجهة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى سرقتها وتزويرها في فلسطين والقدس المحتلة بل وفي بعض الأحيان إطلافها عمدا ويستلزم كل ذلك ضرورة تأصيل وتوثيق تراث القدس كما يستلزم جمع وإحياء الوثائق الفلسطينية وإعادة نشرها والتعريف بها واستغلال البيئة الرقمية في نشرها على نطاق واسع وأن تتضافر بهذه المعنية في كافة الدول العربية لمساعدة الأشقاء في فلسطين لتحقيق هذا الهدف ولما تمثله الوثيقة من أهمية بالغة في حماية الحقوق وحفظها ختاما يتوافر لدى البلدان العربية عدد كبير من الأرشيفات التي تحتوي رصيد هائل ومتنوع من نفائس الوفائق التي تواجه أخطارا حقيقية ويقيننا أننا نمتلك الموارد المادية والكوادر البشرية القادرة على حمايتها كما أن لدينا مؤسسات فاعلة مثل المكتب التنفيذي للفرع الإقليمي للمجلس العربي للأرشيف الكثير والكثير من الدور الوثائق والأرشيف العربية والمنؤظمات الإقليمية العربية المتخصصة ونحن على ثقة أن جميعها تعمل على وضع استراتيجية عربية موحدة لاستعادة أولا الأرشيفات العربية المسلوبة والمنهوبة وأيضا اتخاذ التدابير اللازم نحو تحقيق خطوات فعلية وملموسة وسريعة في هذا الشأن والحقيقة اسمحوا لي أن أخرج عن السياق فيما يتعلق بهذه الجزئية أن ما أتحدث عنه هنا ليس فقط ما يتعلق بالأرشيفات الوطنية والحكومية وهذه تأخذ ربما الاهتمام الأكبر لكن في جل الدول العربية هناك نفائس وذخائر موجودة في الأرشيفات المتخصصة أذكر منها على وجه التحديد ما هو متاح في أرشيفات التلفزيون وفي أرشيفات الإزاعة وفي الأرشيفات الصحفية وأزعم أننا حتى هذه اللحظة لم نستفد من هذا التراث العظيم والمتفرد الاستغلال الأنسب والذي يمكن أيضا غير أنه يحقق موضوع الحفاظ والحفاظ على الهوية والتراث فأنه الآن يحقق عائدا ماليا واقتصاديا ضخما أخيرا فمن حق الأجيال القادمة أن نحافظ على هذه الأرشيفات وأن نوفر للوثائق التي تحتويها كل وسائل الحفظ والحماية فهذه الوثائق وحدها هي التي تعينهم على معرفة تاريخ أمتهم العريق شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا ورحمة الله